المنسقية العليا لشباب الثوراء قامت ندوة بعنوان مارس والتحولات في مسار الثورة والتغيير في مارس التحول والتغير كانت عاصفة الحزم يوم موصلنا لمرحلة اليأس والقنوط في تلك الليلة العصيبة ليلة الأربعة ونحن نعيش حالة من اليأس والقنوط كل واحد داول له مخرج لأنه ما تحدد لنا لمخرج طريق الخوخ البحر جيبوتي حتى معقلنا نجزع كده سلطنة عمان كان يقول له كده يعني لأنه ميناء المخاوش فتشنا بيخرجنا من داخل ميناء المخا هذا المعبر الوحيد اليوم أصبح وبالا عليه ما حصله شمخرجه الآن أي بالعكس يعني تصدقوني يا شباب أنه لو كان يملك علي عبدالله صالح الطائرات ماحنا عايشين هنا اليوم وماحنا في هذه الندوة اليوم لو كان يملك الطائرات واستطاع يعني سيعمل أكثر من بشار الأسد 21 مارس انضم حموات فبراير للثورة وكان لهم الدور الأكبر في حمايتها وفي عهد الانقلاب أيضا ولا زالوا يقومين بالواجب الوطني ويحمون الوطن من الميليشيات رغم كل المؤامرات وقدت في الشمال جماعة الحوثي من عام الذي يقول أنها وقدت مع ألفين أو ما بعد ألفين هذا كلام فارغ كان مهمتها القضاء على المحور الشمالي الغربي هكذا لكل وضوث في حين كان مهمات أنصار الشريعة القضاء على المحور الجنوبي والوحدات المركزية في العناد كان على ما يعرف بالقاعدة القضاء على المحور الأوسط الذي كان يتخذ من عتق مقرا له وعلى المحور الشرقي وبالتالي نكون خلصنا من جيش الجمهورية العربية اليمنية وجيش جمهورية اليمن الديمقراطية أو ما يسمى بنمط الجيش القديم الذي كان يرى نفسه عنه الثورة اليوم يقف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على تخوم وأطراف صنعاء يحرز تقدما كبيرا في واكر سلالات التخلف والبغي الإمامية الإنقلابية في محافظة صعدة يكاد يبسط سيطرته تماما السيطرة الكاملة على السواحل الغربية بعد تحرير المخى وأجزاء مهمة من الساحل الغربي لم تبقى إلا أجزاء من محافظة الحديدة ومحافظة حجة من المنقزات العظيمة أيضا للجيش الوطني إعادة الاعتبار واللحمة الوطنية للجيش ووحداته ذلك بعد انضمام كثير من أبناء الوطن من مختلف المحافظات ومختلف المديريات إلى الجيش الوطني شهر مارس أصبح ينافس سبتمبر الثورة وبقوة ففيه الكثير الكثير مما سيكتبه وسيسجده التاريخ والأبرز فيه عندما وصل اليمنيون إلى مرحلة اليأس وانسداد الأفق جاءت عاصفة الحزم لتبع حدا لزنون الإنقلاب وتسليم اليمن لمشروع يريد اتلاع المنطقة بكاملها ترجمة نانسي قنقر